اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كذلك 185 من الحالات الوافدة بلغ كذلك اجمال الشفاء 12,297 فيما بلغ اجمال الوفيات للأسف 324 بالنسبة للحالات النشطة اليوم هي بعدد 3,021 من ضمنها 2,849 بدون اعراض 109 باعراض خفيفة و63 باعراض حريجة نسأل الله لهم الشفاء تتوزع الاصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي واحدة في باسكن واحدة في جيغاني اثنتان في تنبتغا واحدة في العيون واحدة في الطانطان اثنتان في كيفا واحدة في بوتيلميت واحدة في المذردرة واحدة في وادناغا اصابة واحدة في الركيز واحدة كذلك في اطار اثنتان في نواذيبو واحدة في تيشكجا مقاطعة بن الشاب اصابة واحدة اربعة في الكسر واحدة في السبخة 46 اصابة جديدة تم تسجيلها على مستوى مقاطعة تفرق زينة 17 في دار النعيم 17 كذلك في تيارك 6 في توجوني 17 على مستوى مقاطعة عربات اصابتان في مقاطعة الميناء واصابتان في مقاطعة الرياض تم اجراء خلال الاربع الاشنساء الماضية 1160 من الفحوص الجديدة من ضمنها 259 من فحوص المتابعة وتسعمية واحد من فحوص التشخيص موزعة على 457 من الفحوص السريعة و444 من فحوص الحمض النووي بسار تم اجراء خلال الاربع الاشنساء الماضية 96 فحص جديد على مستوى ولاية الحوض الشرقي 25 في الحوض الغربي 71 في العصابة 4 في قرقل 43 في لبراكنة 25 في ترارزة 12 على مستوى ولاية أدراء 36 بداخل تنواذيبو 8 في تقانت 27 في قديماقة 10 فحوص جديدة تم اجراؤها على مستوى ولاية تير الزمور 12 في إنشيري 532 في نواكشوط الغربية 177 في نواكشوط الشمالية 82 فحص في نواكشوط الجنوبية بلاغ يجمال الفحوص منذ بداية الوباء 143.372 من ضمنها 20.919 من فحوص المتابعة و122.453 من فحوص التشخيص 6.467 8 في مستوى seven ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر